مساء الخير أحب بيتي وإياكم ست نور معد مادة الرياضيات للصف الثاني ابتدائي من مدرسة إيفام علي عليه السلام عراقية ألمانية ذيقاء عدنا اليوم حباي مادة الرياضيات اليو درس الثالث من فصل الرابع الجمع معادة تسمية العشرات صفحة 62 من كتاب الملون بعد ما اثنونا الموضوع السابق له جمع معادة تسمية الآحد اليوم عندي الجمع معادة تسمية العشرات اللي هي للأعداد المتكونة من ثلاثة مراتب أي مرتبة الآحد ومرتبة العشرات ومرتبة المئات فكة الدرس اجمع عددين من ثلاثة مراتب معادة تسمية العشرات فقرة أتعلم إذا تلاحظون حباي بي هنا فقرة أتعلم كيف أجد ناتج الجمع 152 زائد 265 إذا تلاحظون حباي بي هنا نعدنا على شكل جداول ونماذج نحاول النماذج بالبداية إلى أعداد وبعدها نبدأ عمليات الجمع وسبق أننا أخذنا النماذج أمي اللي هو المكعب الصغير يمثل مرتبة الآحد والمكعب بشكل عمودي يمثل مرتبة العشرات والمكعب بشكل كبير أي بشكل مربع يمثل مرتبة المئات إنا أمي إذا ريد نحسب شكل مكعب عندي في مرتبة الآحد قبل ما يعني أبدي لازم أفرق بين العدد الأول وعدد الثاني لأن هنا عدي عددين يعني للتفريق نحدد لهالشكل أوكي اللي هو نفصل بين العدد الأول والعدد الثاني نجي نحسب هسا مرتبة الآحد جد عندي واحد اثنين أوكي اللي هو الثنين من الآحد من العدد الأول مرتبة العشرات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن مرتبة العشرات خمسة مرتبة المئات واحد عفية إذن العدد الأول جد عندي ماء واثنان وخمسون أوكي ماء واثنان وخمسون بنفس الطريقة نحدد العدد الثاني اللي هو عندي خمسة بالأحد وستة بالعشرات واثنين بالمئات اللي هو العدد رح يكون عندي مائتان وخمسة وستون أوكي أمي هسا حددنا العدد الأول والعدد الثاني نيجي نبدأ نجمعهم نجمعهم هنا اثنين زائد خمسة اللي هو سبعة أوكي نيجي هسا خطوة رقم اثنين اللي هو نجمع العشرات اثنين زائد خمسة قلنا سبعة نجمع العشرات اللي هو خمسة زائد ستة عفية الدعش الدعش حبابي بنيني متكونة الدعش إذا تلاحظونها هي تخلي اكتب هنا هاي الدعش الدعش متكونة من مرتبتين اتفقنا إذا جدتي مرتبة أضافية يعني بعد العدد اللي نجمعه أو الرقم اللي نجمعه وجدتي بعدها عدد أضافي أي مرتبة أضافية ما يصير الناتج نكتبه يعني كما هو لا ناخذ بس مرتبة الأحاد منها ومرتبة العشرات نسويها إعادة تسمية أوكي مرتبة العشرات نسويها إعادة تسمية اللي هو هنا على خمسة زائد ستة اللي يطلع عنها الدعش ناخذ الواحد نكتبه فقط إذا تلاحظون والواحد اللاخ اللي هو هنا على نسوينا على إعادة تسمية أوكي اللي هو هياته واضح؟ هسنجي نجمع مرتبة المئات اللي هي واحد زائد واحد اثنين اثنين زائد اثنين أربعة إذن العدد إنها يطلع أربعمائة وسبعة عشر أي أربعمائة وسبعة عشر أوكي أمي والنماذج هماتين نمثلي طبعا إذا تلاحظون هنا نجمع المكعبات الأول اللي هي سبعة المكعبات الثانية إذا تلاحظون السهم هذا هياته اللي أسوها لإعادة تسمية مع ناطع لهم طلع لي هذا العدد أوكي حبايبي فقرة أتأكد اللي هو يقلي استعمل جدو القيمة المكانية أجد ناتج الجمع مطين هماتين على شكل جدو بثلاث حقول الحق للأول نجمة الحق للثاني أشوف محتاجة إعادة تسمية لولا الحق للثالث رح أفصل يعني كل من على حده مرتبة الآحاد إنه مات ناتج النهائي أطلع مرتبة الآحاد واحد ومرتبة العشرات واحد ومرتبة المئات واحد نقطة رقم واحد هو حال هائلية حنحن نقطة رقم اثنية طب هو إياي سبعة زائل ستة سبعة زائل ستة جد ورد تلتعاش أوكي اتفقنا أمينا خذل آحاد فقط نكتبه هنا اللي هو ثلاثة أوكي بقى الواحد شنسوي لإعادة تسمية ورد اهنانا عفية أوكي نجي للعشرات هسا هماتين نجمع نقول واحد زائل تسعة عشرة عشرة زائل أربعة ورد أربعة عشر الأربعة عشر أمي من تهياته أربعة عشر ناتج ضلال الأربعة عشر ما تحطها كليتها هماتين ناخذ الآحاد فقط نكتبه أوكي والواحد هذا نسوي لإعادة تسمية اللي هو هنا أوكي حبايبي اللي هو واحد زائد اثنين ثلاثة وثلاثة ورد ستة إذن العدد إنها أي ستمية وثلاثة واربعين أي ستماء وثلاثة واربعون هنا أحتاجت إعادة تسمية نعم أحتاجين إعادة تسمية الأحاد جد عندي ورد ثلاثة والعشرات أربعة هايد الأحد وهنان العشرات وهنان المئات وصلنا فقرة أحول رح أختار لكم نقطة أحلى هماتين أوكي رح أختار نقطة رقم ثمانية اللي وعند العدد الأول ثلاثمائة وثمانية عشر أي ثلاثمائة وثمان Rita زائل ثلاثمائة وثمانة وثمانة وثمانية أي ثلاثمائة وثمانية وثمانية عفو وستين هنا هاستها ماتين سنجمع إتفقنا نجمع أحاد آه وإلى آه والعشرات والعشرات وإلى عشرات كي حب impeachment والميئات وإلى الثمانية عندي الواحد نسوي له إعادة تسمية لو فوق العشرات نجي هسا أجمع اللي هو العشرات 1 زائد 1 2 2 زائد 6 ورد 8 نجي هسا إلى مرتبة المئات 3 زائد 3 ورد 6 إذن الناتج النهائي 686 أي 686 أحتاجتي عادة تسمية نعم أحتاجين لي بالآحات نخلي دائرة الناتج النهائق إنه 686 أي أنه مرتبة الآحات 6 ومرتبة العشرات عندي 8 ومرتبة المئات 6 حبايبي أدي اللي بعده أجد ناتج الجماعي هنا أنا أمي بدون جدول يعني مباشرة رح يكون الحال رح اختار نقطة رقم 12 انتبهوا يا لو جمعك العادة اللي هو الأحد والأحد والعشرات والعشرات والمئات والمئات عندي 6 زائد 5 ورد دعش اتفقنا نأخذ ورد واللاخ ون يكون إعادة تسمية واحد زائد 9 عشر واحد هم مرتين دعش نأخذ الواحد والواحد اللاخ ورد إعادة تسمية واحد زائد 4 خمسة خمسة زائد 2 سبعة ورد إذن الناتج إنها عندي 711 أي 711 أوكي هسا حبايبي حلم مسألة رقم 13 اللي هو أنتج معمل 158 سجادة كبيرة و296 سجادة صغيرة في أحد الأشهر ما عدد السجادات التي أنتجها المعمل في ذلك الشهر أوكي عندي معمل حبايبي وشي يعني يشتغل به يصنع السجاد عندي أنتج معمل 158 سجادة كبيرة عندي يعني صنفيا صنف سجادة كبير وصنف اللاغ سجادة حجم صغير الكبير عندي 158 والصغير عندي 296 يريد يعني صغير في أحد الأشهر يعني يريد العدد يعني يريد العدد لكل مالته نجي قيد هنا حبايبي نجمع نجمع 158 زائد 296 نجمعهم اثنيناتهم أوكي نجمعهم اللي هو 158 158 زائد 296 أوكي العفو هنا أوكي حبابي هس هنجي نجمعهم الوثمانية الوثمانية زائد 6 جيد عفية 14 4 1 باللي بيد راح تكون 1 زائد 5 6 6 9 وارد 15 5 1 1 1 1 2 2 2 4 وارد إذن الناتج النهائي 454 حبايبي هذا مما يخص موضوعنا لهذا اليوم 1